السلام عليكم الأرصاد تحذر من تقص أول أيام الرمضان وانصيحة مهمة للمواطنين قالت مونار غانيم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن تقص اليوم دافئ على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب السيناء حيث تكون الأجواء مشمسة خلال ساعات النهار وشديدة البرودة عند دخول ساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح البكر وأضافت غانيم خلال حديثها إلى مصر أوي اليوم الأحد أن فرص الأمطار تكون خفيفة على السواحل الشماليات للبلاد والمناطق القريبة من المسطحات المائية مع وجود نسبة الرياح شديدة على بعض المناطق وحذرت غانيم من شبور كثيفة غضن الاثنين أول أيام شهر الرمضان فلكية تكون على الطرق الزراعيات والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية ونصحة غانيم بارتداء الملابس الشتويات عند المغادرة من المنزل أثناء الساعات الليل المتأخرة وحتى الصباح البكر وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم